عقدت اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا اجتماعا في قصر السيف برئاسة وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وبحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية المتمثلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني اللجنة بحثت آخر المستجدات بشأن الوقوف على الاستعدادات والإجراءات لتطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية من فحص بي سي آر للقادمين إلى البلاد والحجر المنزلي بعد الوصول عقدت اللجنة المنبثقة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا اجتماعا في قصر السيف برئاسة وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح وبحضور قيادات وزارة الصحة ووزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني والأمانة العامة لمجلس الوزراء اللجنة اطلعت على التقارير المقدمة من الجهات المعنية بشأن تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوص الوضع الوبائي المحلي استكمالا لاجتماع الفرق واللجان المنبثقة من اللجنة الوزارية الأولية لطوارئ كورونا كان هناك اليوم اجتماع اللجنة برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح بعدة مواضيع مع عدد من الجهات الحكومية وكان هناك معانا مسؤولين من الطيران المدني وكذلك من وزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء للاستعداد لتطبيق الإجراءات الحكومية والقرارات التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء يوم أمس فدائما اللجنة الحكومية عند التطبيق لهذه الإجراءات تقوم بالاستعداد والتحدث مع المسؤولين في قيادات الدولة لتأكد من التطبيق بالشكل الأمثل اللجنة المنبثقة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا تقف على إنهاء كافة الإجراءات بشأن تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ومنها الإجراءات الواجب اتباعه للقادمين إلى البلاد وإجراء فحص البيسيار قبل الوصول بـ 48 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا وتطبيق الحجر المنزلي لمدة عشرة أيام بعد الوصول إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص البيسيار بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من الفيروس والذي يعمل به اعتبارا من يوم الأحد المقبل متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بالوضع الوبائي في البلاد أبرز ما تم مناقشته في اجتماع اللجنة المنبثقة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا نواف الشراكة لتبزون دولة الكويت قصر السيف